السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ايها الاحبة الكرام سعداء بهذا اللقاء المبارك الذي نخصصه هذا اليوم للحديث عن ليلة نصف من شعبان فنحن في شهر عظيم شهر فضيل شهر شعبان المبارك الذي هو تقدمة لشهر رمضان شهر فيه الخيرات والبركات نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم كان يقول ايها الناس ان لربكم في ايام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل احدكم ان يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها ابدا ابشروا ايها الاحبة المستمعون فانه في هذه الايام المباركة نحن في اشتقبال ليلة عظيمة ليلة نصف من شعبان التي ستكون باذن الله تعالى غدا ليلا باذن الله الواحد الاحد وربنا عز وجل يقول وذكرهم بايام الله هذا يوم من ايام الله نذكر به فيه غرائب وعجائب ومبشرات يكفينا شرفا ان في هذه الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان وقع تحويل القبلة المشرفة وهذا حدث عظيم كانت قبلة المسلمين في اول الامر في اتجاه بيت المقدس كانوا الناس سلون في اتجاه فلسطين ثم شاءت قدرة الله تعالى ان حولها من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة حيث كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو الله بالليل والنهار يدعوه ان يحول الكعبة من بيت المقدس الى مكة المكرمة وطال الانتظار لكن هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ربنا استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم وحقق مراده ونزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره هناك كان يوم عظيم يوم مبارك فرح فيه الصحابة وسعدوا وسموه يوم الإجابة ان الله تعالى استجاب لهم في الهدف المبرور الذي كانوا ينتظرونه هذه الليلة ايضا ايها الاحب الكرام وافقت حدثا عظيما حدثا له تأثير قوي على نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نزل فيها اعظم آية في حق النبي الكريم وهي قول الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قيل بانها نزلت ليلة النصف من شعبان ففي هذه الليلة المباركة المعظمة كان النبي الكريم حزينا كان مقروبا كان مهموما والابواب مغلقة من كل جانب والكرب والشدة وكان يرى ذلك على وجهه كان وجهه متماعرا كان وجهه حزينا يبدو شاحبا وفي هذه الليلة ليلة النصف من شعبان خرج النبي الكريم الى المسجد ورأاه الصحابة فاندهشوا كان وجهه مستبشر كان يشرق كأنه مذهبة فقالوا ما الذي حدث يا رسول الله فقال لقد أنزل علي الليلة قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي الله تعالى في سمائه وملائكته الأطهر كلهم يصلون على النبي ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكانت هذه الليلة ليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن هذه الليلة المباركة المعظمة هي ليلة فيها يغفر الله تعالى لعباده المؤمنين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة كان ساجدا وأطال السجود وهو صلى الله عليه وسلم كان في كل ليلة يقيم الليل لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لاحظت بأن النبي الكريم يطيل السجود حتى ضلت أنه قد أوهم ولكنه زاد وأطال السجود حتى ضلت أنه قبض وخشيت أن توقده والنبي الكريم ساجد لساعات طوال ثم رفع فاستبشرت خيرا فقالت يا رسول الله والله خشيت عليك وأنت ساجد وأطلت السجود ضلت أنك قد قبضت فقال يا عائشة يا حميراء أو تدرين ما هذه الليلة قالت وما هي هذه الليلة قال إنها ليلة النصف من شعبان الليلة المباركة الليلة المكرمة الليلة المعظمة عند الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة قال النبي الكريم أن الله تعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله عند غروب الشمس إلى السماء الدنيا هو ربنا عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا لكنه في عرفة ينزل قبل غروب الشمس من العصر إلى المغرب ينزل فقط في مقام عرفة أما في هذه الليلة ليلة النصف من شعبان فإن الأحاديث النبوية الصحيحة تفيد بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عند غروب الشمس فيطلع على خلقه ويغفر لهم جميعا رحمة منه وإكراما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاح فرضين فقط شخصين فقط هما الذين لا يغفر لهم الله تعالى كل الخلق على اختلاف أشكالهم وعلى اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف تسرفاتهم يغفر الله لهم جميعا لهذا تسمى هذه الليلة ليلة الغفران وتسمى ليلة الرحمة وتسمى ليلة العتق من النيران وتسمى ليلة الكرامة أن الله تعالى يتكرم فيغفر لكل الخلق أجمعين بدون استثناء إلا لمشرك أو مشاحن من هو المشرك؟ المشرك هو الذي يعتقد بوجود الله لأن لا أحد هو ملحد ما في ملحد الكل يعتقد بوجود الله حتى الملحد حينما تواجه صعوبات في الحياة فإنه يسرع فيناجي ربه بقوة غريزة الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبدل الكلمات إلا فالناس كلهم يعتقدون بوجود الله ما في ملحد أبدا لأن نحن من اللحظات إنه يرفع يديه إلى السماء حتى أكبر الملحدين في التاريخ قبل أن يتوفى قال أدركت الآن أن الله تعالى موجود وحتى فرعون الذي ادعى الألوهية حتى أراد أن يلفظ أنفسه الأخيرة قال آمنت بما آمت ببنو إسرائيل فالمشرك هو يؤمن بوجود الله لكنه يعتقد بأن مع الله تعالى من يضر وينفع ويعطي ويمنع يعتقد بأن هناك مخلوقات متحكمة في مصائر الخلق وفي أقدارهم وشؤونهم وهذا باطل لأن عقيدة التوحيد السليمة تقتضي بأن المؤمن يؤمن بأن الله هو الواحد أول قبل الوجود وآخر بعد الخلود مطلق عن الحدود الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويبصر كل شيء وهو المتحكم في كل شيء وهو اللطيف بعباده فربنا سبحانه في هذه الليلة يطلع فيغفر لكل الخلق إلا للمشرك الذي لم يصحح عقيدته ولم يوحد ربه وهذه دعوة لنا جميعا أيها الأحب الكرام أن نراجع إيماننا في قلوبنا يكفينا ما تسرب إلى أدهاننا وأفكارنا من مشوشات ومن منغصات جددوا إيمانكم ووحدوا ربكم أيها الأحباب الكرام وحدوا الله وحدوه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الإيمان ليبلى كما يبلى التوب فجددوا إيمانكم كانوا يقولوني يا رسل الله وكيف نجدد إيماننا قال بقولكم لا إله إلا الله في هذه الليلة ينبغي أن نكتر من كلمة لا إله إلا الله لأن الحق سبحانه وتعالى سوف يركز عقيدة التوحيد في قلوبنا ويكفينا شرفا أننا نفوز بالمغفرة والرضوان والمرحمة في هذه الليلة ربنا سبحانه وتعالى يطلع على كل الخلق فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن من هو المشاحن؟ هو الذي يضمر في قلبه حقدا هو الذي يريد أن ينتقم هو الذي يريد أن يثأر المشاحن هو الشخص الذي قلبه مليء بالحقد والكراهية لا يريد أن يسامح لا يريد أن يصافح لا يريد أن يبدأ صفحة جديدة فهذه دعوة لنا جميعا بأن في هذه الليلة ينبغي أن نصدر حكما بالصفح على الجميع والعفو على الجميع الزوج يعفو عن زوجته والزوجة تعفو عن زوجها والآباء يعفون عن أبنائهم والأبناء يعفون عن آبائهم والجيران فيما بينهم وزمناء العمل والأصدقاء والأحباب وكل الناس بعضنا مع بعض علينا في هذه الليلة قبل أن تمر أكون قد عزمت وقد أيقنت بأنني قلت يا رب مسامحة صفح للجميع عفى الله عما سلف إن تركز ذلك في قلبك كن متأكد بأنك سوف تشعر بصحة وعافية جيدة أمراض السكري وأمراض ضغط الدم وأمراض القلب وأمراض الشرايين سببها الحقد الذي في قلوبنا حينما نتخلص منه سنحصل على الصحة وعافية جيدة وحينما نصافح فإن الله تعالى سوف يشيع في قلوبنا الفرحة والسرور والبهج والحبور مع الجميع وحينما نصافح فإن الله تعالى ينزل البركات وتفيد علينا الخيرات وحينما نصافح نتصالح مع أنفسنا نتصالح مع محيطنا نتصالح مع الكون من حولنا وحينما نسامح ونصافح يغفر لنا الله تعالى ما تقدم من دنوبنا كل واحد يستحضر دنوبه تذكر ما هي الدنوب التي سمعتها منذ أن خلقت وقعت في عدم غض البصر وقعت في الغيبة وقعت في النميمة ربما وقت في الصرقة ربما وقعت في التحرش ربما وقعت في الظلم يا ما هناك دنوب كثيرة وربما وقعت في ترك الصلاة عن وقتها وربما أنك أكلت الربا وربما أنك شرمت الخمر وربما أنك غفلت عن ذكر الله دنوب كثيرة لا تعدى تحصى في هذه الليلة تيقن بأن الله يغفر لك كل شيء كل شيء مغفور يغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ليلة عظيمة ليلة مباركة وفي هذه الليلة يقع أهم حدث ما هو أهم حدث؟ وهو كتابة أقدار السنة المقبلة فربنا عز وجل في كل ليلة يعيد كتابة أقدار الخلق بالتفصيل هو ربنا عز وجل كتب في أول الأمر عند الخلق لما خلق الخلق أمر قلم القدرة فقال يا قلم أكتب قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد فكتب القدر بشكله العام ثم كل واحد منا يكتب له قدره أيضا لما يكون جنين في بطل أمه يبعث الله إليه ملكان فينفخان في الروح ويؤمران بكتابة أربع كلمات أجله ورزقه وشقي أو سعيد ثم المرة الثالثة في ليلة النصف من شعبان يكتب الله تعالى القدر بالتفصيل طيلة السنة في هذه الليلة سيكتب الله تعالى من سوف يكتب له العيش ومن سوف يقبض من سوف يموت وفي هذه الليلة سيكتب الله تعالى من سوف يتمتع بالصحة والعافية ومن سوف يواجه أمراضا وأسقام وفي هذه الليلة المباركة سيكتب الله تعالى من سيبقى عازما ومن سوف يكون منعما بالزواج وهكذا وهكذا دواليك من الخيرات والبركات فماذا علينا أن نفعل أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة المعظمة في هذه الليلة علينا أن نحرس على الصيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صوموا نهارها وقوموا ليلها نصوم هذه الأيام البيض الآن يوم 13 14 15 وفقت ليلة نصف من شعبان والسبت إن شاء الله غدا ليلا وليلة الرابع عشر ليلة خامس عشر هي الليلة اللي غدتكون بعدها ليلة نصف من شعبان السبت ليلا حبد لون صوم أيها الأحبة الكرام وحينما يقع غروب الشمس هنا تبدأ الرحمات هناك برنامج وضعه بعض الصالحين منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء الأجلاء المعتبرين في هذه الأمة أن الإنسان يستحب له أن يستحب في هذه الليلة المباركة وكأنه يبدأ صفحة جديدة ثم يتوضأ ويسل ركعتين خاشعتين ويطيل فيهم السجود كما كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أطال السجود لفترة طويلة حتى ظنت أم المؤمنين عائشة أنه قد أوهم أو أنه قد قبض نطيل السجود وندعو الله تعالى يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا عظيم الشان ثم بعد ذلك نقوم ونقرأ متى يسر من كلام الله تعالى وخصوصا سورة ياسين سورة ياسين لماذا؟ لأن في الحديث لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين إذا قرأنا سورة ياسين فإن الله يصلح قلوبنا طيلة السنة ثم بعد ذلك حبد لو نقرأ سورة الدخان لماذا؟ لأن الدخان لما تقرأها كل ما عندك من أمراض ومن أسقام ومن أوهام ومن مشاكل ومن هموم تتبخر كالدخان كله يزول بفضل الله جل جلاله وبعد ذلك نقرأ سورة الملك لأن الله سبحانه وتعالى من قرأها يعطيه العزة في الدنيا يعطيه الكرامة في الدنيا سورة الملك ثم نقرأ سورة الرحمن لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن وإذا زدنا على ذلك كان أفضل وخير ونكتر من الدعاء في هذه الليلة بالتجربة أيها الأحبة الكرام سنوات طوال كنت أحرص على قيام هذه الليلة مع بعض الأحبة وكنت أسألهم كيف مرت سنتكم إجماع إجماعاً للجميع يقول لك سنتنا مرت مباركة في هذه السنة ذهبنا إلى الحج ذهبنا إلى العمرة فاض علينا الرزق شعرنا بالصحة وعافية ما زرنا طبيب ولا مستشفى ما طرقنا باب قضاء ولا محامات ما ذهبنا إلى مكان فيه هلع كل سنتنا مرت بالذكر بالمساجد بدروس العلم بالحفلات بالخيرات بالبركات بالصحة والعافية والسعادة الأبدية وإذا وقع هناك من شدة تمر خفيفة جداً فأرجوكم أيها الأحبة الكرام من عنده مشاكل صحية من عنده مشاكل مادية من عنده قلة سعد من عنده الهم والغم من كان مغلوب على أمره من كان محقور بين الخلق وأراد العزة والجلال عليه في هذه الليلة المباركة أن يقيمها ويكتر من الدعاء يعطيك الله الأولاد ويعطيك الله المال ويعطيك الله الفتح الرباني ويعطيك الله من الخيرات ما الله بعليم فأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن يفتح لنا ولكم جميعاً أبواب الخير أسأل الله تعالى أن يشافي مرضانا ومرضى المسلمين وأسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بكرمه ويجود علينا بجوده وأن يفتح لنا أبواب وخزائنا كنوزه إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر